دكتور الخريطة اللي على أساسها بنقول نحن محتاجين ننشئ محاور جديدة أو طرق جديدة إزاي بتتم ورأي حضرتك في المحاور جديدة اللي اتعاملت خلال الفترة اللي فاتت طبعا هو الدراسات النقل من خلال مخطط النقل الشامل للجمهورية وبتقول بالإضافة إلى خطط التنمية بتاعت الدولة يعني دايما النقل هو قطاع بيخدم مشروعات التنمية يعني بنشوف الخطط المستقبلية للدولة لإنشاء مدن جديدة لاستصلاح الزراعي لإنشاء مناطق صناعية للاستخدام استغلال الموارد الطبعية من مناجم ومحاجر وخلافه وبناء عليها بيتم أخذ هذه الاستعمالات أو هذه الخطط في الاعتبار علشان أطلع ما يسمى بالمشروعات ذات الأولوية اللي بنقول فيها إحنا محتاجين نعمل هنا مشروع طريق أو مشروع سكة حديد أو كذا وبالتالي كل هذه المشروعات كانت بتخضع لدراسات جدوى فنية واقتصادية وكانت ناتجة من دراسة النقل القومي اللي بيحدث من فترة إلى أخرى وفقا للمتغيرات اللي موجودة منها دلوقتي أنه بقى عندنا تنمية ما كانتش موجودة في العقود الماضية لما بنتكلم على الرقعة العمرانية كانت 6% من مساحة نصر دلوقتي زادت لما يصل إلى 14% نتيجة الانتشار الأفقي على مساحة جغرافية أكبر ولم يأتي ذلك بسهولة ولكن كان نتيجة تعب ومشروعات قومية كبيرة تمت من خلال مشروعات الطرق ومشروعات السكة الحديد ومشروعات الكهرباء ومشروعات المياه والصرف الصحي عشان أقدر يبقى فيه عندي مناطق مأهولة فيها خدمات فتجذب استثمارات داخلية وخارجية وفي نفس الوقت أقدر أن أبني مدن جديدة تستوعب الزيادة أنا عايز أقول أننا بنزيد 2.5 مليون مولود في العام وبالتالي لابد أن يكون فيه عندي فرصة للانتشار الأفقي علشان أستوعب الكسافات والزيادة السكانية الموجودة وقطاع النقل بيأتي قطاع خدمي في هذه المنظومة المتكملة بهدف أنه يسمح بإنشاء المشروعات اللي الدولة حطاها في خطة مصر 2030 أو رؤية مصر 2050 من خلال أن يبقى فيه عندي شبكة مواصلات جيدة طبعا جنبا إلى جنب المشروعات النقل داخل المدن الدولة لم تهملها من خلال إكمال خطوط مترو الأنفاء وإنشاء دلوقتي عندنا الخط الرابع والسادس تحت الإنشاء عندنا كمان نتكلم عن مترو اسكندرية مكان قطار أبوئير نتكلم عن تطوير ترامل إسكندرية نتكلم عن البيأرتي على الطريق الدائري كل هذه الأمور اللي أرتي المرحلة الأولى منه تم افتتاحها وجاري استكمال عندنا مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل كل هذه المشروعات مبنية على درسات نقل ودرسات جدوى فنية وقتصادية مطلوبة بالإضافة أنها بتخف الضغط على الطرق العديدة طبعا وبعدين لما هيبقى عندي شبكة مواصلات عامة جيدة هتخلي حتى الكار اونرز أو مالك السيارات يسيب عربيته ويركب مترو الأنفاق يركب الـ LRT أو يركب المونوريل وبالتالي هي بتوفر بتقلل الزحام على شبكة الطرق بتقلل الإمبعاثات الغازية والتلوث البيئي لناتج من وسائل النقل العام طيب دكتور المواد المستخدمة في رصف هذه الطرق هل بتختلف من الطرق السريعة الطرق اللي فيها عليها محاجر مثلا الطرق داخل المدن جودة المواد بتختلف بالإضافة إلى نوعية السمكات أو صمك القطاع نفسه لما بنقول أن الطريق ده هيتحمل أحمال خفيفة بيبقى القطاع الإنشائي للرصف أقل من لو كان الطريق ده هيتحمل أحمال عالية بالإضافة إلى أن في بعض الأحيان بضطر أن أستخدم طبقات أساس محسنة سواء باستخدام الأسمنت أو باستخدام تقنية الـ FDR وغيرها من التقنيات الجديدة اللي بدأت دلوقتي تؤتي سمرها في ما تم تنفيذه من مشروعات حتى داخل المدن برضو بقينا نستخدم لأن أنا شايف أن الأسفلت الأديم والقطاع الرصف الموجود هي صروة محجرية وصروة لابد أن أنا أستفاد منها كان في الأول أو في السابق بيتم تكسيرها ونقلها للمقالب العمومية دلوقتي بيتم إعادة تدويرها وده طبعا له مرضوض إيجابي جيد على توفير التكلفة وعلى الأسر البيئي لأن هذه المواب برضو لها أسر بيئي سيء إذا كنت برميها ما باستخدمهاش فكل هذه الأمور لها مرضوض جيد ترجمة نانسي قنقر